وهذا من أجل تنوية وإعلام رأي العام وكذا المواطنين عن أهم المستجدات المتعلقة بالخدمات التي وفيرها المنفق العام وهذا بإطلاق آلية جديدة لتي توتيح للمواطنين إمكانية استخراج النسخة الإلكترونية عن بعد لصحيفة السواب القضائية أقم ثلاثة حقيقة أن قطاع العدالة قد انتهج للعصانة هذا المنفق بإقمانته بالتفتح على تكنولوجيات الإعلام والاتصال في جميع نشاطاته سواء الإدارية وكذا القضائية وهذا بتبسيط الإجراءات القضائية والتقييد العدالة من المواطن بالإضافة إلى القضاء على الآشيف الواقي واستبداله بالآشيف الإلكتروني وهذا ضمان لإقتصاد تكلفت في هذا القطاع إن هذه رقمنا هدفها تقريب العدالة من المواطن وتحسين الخدمات المنفق وفي هذا الإطار تعلن وزارة العدل عن الانطلاق الرسمي للآلية الجديدة التي توتيح للمواطنين إمكانية التسجيل للاستفادة من خدمة استخراج صحيفة السواب القضائية إلكترونيا وهذا عن بعد وللصحيفة السواب القضائية رقم 3 التي تكون للأشخاص المدانون والغير مدانين ويستفيد المواطن من هذه الخدمة دون شرط إجبارية التنقل إلى الجهة القضائية وهذا بمجرد الولوج شخصيا إلى النافذة الإلكترونية الخاصة بصحيفة السواب القضائية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل لمباشرة الإجراءات التسجيل بملء استماع هذه الاستماع معدة لهذا الغرض تتضمن بيانات حول هوية الشخص وكذا أقم هاتفه بالإضافة إلى أقم التعريف الموجود على شهادة ميلاده ليتوصل آلين برسالة نصية قاسية على هاتفه